دي نقطة تقدي بقولك الى قصة الاستثمار الاستثمار وهو السؤال الكبير استثمار المحلي العربي الاجنبي لما بيلاقي الدول العربية يعني ومؤسساتها بتيجي تستثمر في مصر مع الحكومة تستحوز على حاجات شراء حاجات لما بتصنعك ما بتعملش مشروعات كبرى لما بيلاقي الشركات العربية بتبقى يعني ممكن المصارف او غيرها تضع وداء عندما ما بتشتغلش جوة السوق المصري بنلاقي المستثمار الاجنبي ما بيجيش اصلا الا لو انت جيبته انت عشان تدفعه الفلوس يعمل لك قطر يعمل لك محطة كهرباء يعمل لك تنقيب طب ليه بقى الغريب ان الحكومة يعني ما بتسألش نفسها وما بتفكرش ان هي السبب يعملتي بقول انه فيه منجز هائل في البنية الاساسية يسمح بالاستثمار والسياحة مش يسمح داي وحفز كمان طب ما جاش الاستثمار ولا جات السياحة ليه لانه فيه مشكلة في العقلية وفي الوعي الدولة بموضوع الاستثمار وموضوع السياحة وهنا يجي الوعي بقى مهما اعملنا المشروعات ومهما انفقنا ومهما وضعنا مليارات الدولارات طول ما فيه مشكلة في الدماغ فيه مشكلة في الوعي فيه مشكلة في التقطيط والتنظيم فيه مشكلة في الكفاءة فمهما يعني يعني انفقنا من مليارات قد تذهب يعني ادراج الاحلام ملاش ادراج الرياح ليه لانه لازم يكون يعني عارف الاعلان الشهير بشاف كان بيعاملوا استثمار المحل ولا لا المكن والناس اللي ورا المكن فالقصة مش قصة مكن القصة قصة الناس اللي ورا المكن الناس هنا اللي هو صناعة مناخ الاستثمار في مصر الذي يسأل ليه رجال الاعمال العرب مبيجوش يشتغل ويعملوا استثمارات في مصر لازم نسأل نفسنا احنا هل عندنا مناخ الاستثمار عندنا قوانين إثثمار تحفز أساساً أنا راجل أعمال عربي هاجي عايزة أشتغل في الحديد 80% من الحديد تملكه الدولة وشركات بتاعة تابعة الدولة طبع عايزة أشتغل في الأسمنت الدولة عايزة أشتغل في الأسمدة الدولة طبعاً عايزة أشتغل في يعني في الإعلام الدولة عايزة أشتغل في الخدمات والمولات ايه الدولة طبعاً عايزة نفس الدولة يعني يعملين راجل راجل عايزة يخش يعني مشروعات وهادي الصناعات اللي هي مطلوبة في مصر مثلاً أو مطلوبة عالمياً في الدول الجنوب والعالم التالت مفيش حد بيعمل أسمنت في العالم الأول يعني بيعمل عندنا أسمنت احنا بس الصناعات اللي من نوع دي أنا عايزة أستفيد من الغاز اللي بقى متوفر في مصر عايزة أستفيد من الكهرباء والطاقة اللي هي فأنا عايزة أعمل مصانع أسمي ده أعرف في منافسة هنا شديدة جداً الدولة الدخلة في كل حاجة الدولة رشأة في كل حاجة احنا عندنا 55 هيئة اقتصادية رشئين في كل حاجة يعني غير طبعاً مؤسسات النظامية الجيش والشرط عندهم ممتلكات عندهم مشروعاتهم طب أنا كرجل أعمال أخش أعمل إيه شرك أنا كبرى أخش أعمل إيه تعالى نشارك الدولة أنا مجنون برضه شارك الدولة وفي راجل أعمال عائلي شارك الدولة أي دولة بالمناسبة مش مصر يعني تعالى طيب استحوذ على مشروعات طب وإحنا إيه اللي عملناه عندنا بانك بتاعنا وإدي فلوس وهيه فييجي يشتري نفس البانك بنفس الموظفين بنفس الحكاية إيه اللي حصل يعني خدنا فلوس سددنا بها قروض أو قصط ما وخلاص ووادي وإيه اللي بتاعنا ما باش بتاعنا إيه اللي استثمار اللي فيها فاليس يعني ليه الدولة مصريحة على نفسها ليه مصريحة على نفسها ليه الدولة بتواجح حوار وطني مع نفسها إنه مشكلة استثمار أنتم بس خلاص مشكلة استثمار أنتم الدولة وأجهزتها هتزعل الدولة من كده تزعل بس نحل المشكلة يعني مش بس في مزاحمة القطاع الخاص لا في قوارينها في ضرائبها في رسومها لو زلت بالنها بتطلع رسوم كل يوم كده ده يعني عشق الرسوم يبتعش حاجة اسمها الرسوم بلك الضرائب لا والضرائب يا سيدي محدش جالك ناحية ست الضرائب ولا عايزين الناس مش عايزين ننزلوا الضرائب سيب الضرائب زي ما هي بس مش كل يوم تطلع لي رسوم جديدة رسوم جديدة ده انت كمواطن ما تروحش في مكان عايز الورقة دي بالمصال الحكومية ادفع 150 جنيه اده ورقة اطبع مش عايز تطبع اشت ادفع 200 جنيه ف يعني دي سياسة الحكومة الجباية وجمع الرسوم والفلوس واستنزاف رجل الأعمال او رجل الصناعة بعشرات الطلبات والاستمارات وعشان ومشروع واحد لازم يوافع عليه كل الجهات ايش جمار ايش اصار على بيئة على بطرول على قوات مسلحة على امن اصناع ايه ده بلافوفك عبداير عشان تاخد موافع على مصنع ممكن تاخد سنة وممكن سنتين تعارفين عبلا كامل في وجهة نظر يمكن به ويمكن ته ويمكن سه يعني ف والله العظيم انا مسدق لما بتقعد الدولة تتشك من الاستثمار في الاستثمار يا الله تعالى الاستثمار انتوش ياخدين بالك يا جماعة لا انتو مشكلة الاستثمار انتم مشكلة الاستثمار المحلي والعربي والاجنبي المفروض الدولة تشيل ايديها كده تشيل ايديها من كل حاجة وتشتغل منظم اه طبعا في البنية الاساسية وفي المشروعات الكبرى وما نقدرش يسيب اي مشروع من المشروعات الكبرى اللي بدأناه دي اللي بدأته الدولة منفعك مش هنشيبه احنا اشباحه اطلال لازم يكمل ربما نطول المدى الزمني الاكمال ولكن لازم يكمل انما صناعة وانتو ملكوا بالصناعة ليه فجأة الدولة بقت يعني خبير صناعي رهيب والمؤسسات دي بتفهم في التجارة ليه يعني بناء على ايه وحي الهام كل حاجة كل شيء يعني انا عايز مجال واحد ما دخلوتوش الدولة وبقيبش بس ما دخلوتوش واحتقرته وقابد شغل بقى اختار خاصة نوع على طريقة الباطن ده يعني او نيسيب لهم شوية كده قد كده ده ده كلام ما يوديش الاستثمار الى ابعد من اللي احنا فيه ده ولو قعدنا بقى نعمل الاستثمار اغاني ابرتات اعلانات ولا اي حاجة تعرفين كل ما نيجي نعمل المشروعات في مصر نجي فنانين يتكلموا فيها يعني ليه يعني يعني ليه ليه انت متصور انه في حد هيشوف امير قرارة واحمد عايز يجي استثمر في مصر ليه يعني ما يتفرج على فيلم وخلاص يعني فعندنا مشروع حاجة فرعونية هات احمد السق واحمد عز وامير قرارة ليه عندنا مشروع تنمى وحياة كريمة هات احمد عز وامير قرارة ليه يعني حد قال لكم انه دولة الفنانين الجمال دولة يعني هم القادرين على توصيل الرسالة للشعب وعندهم مصداقية سياسية اجتماعية رهيبة عند الشعب مصرية ممثلين ممتازين ونجوم جمال في مجالهم انا قويش بقى اللفي بهم مشروعاتنا يعني الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والايه ومنطلع في النائم موضوع ده بي يعني انا ما عنديش مشكلة طبعا كلهم يعني زملاء ونجوم كبار بس اصد انا عندي مشكلة في طريق التفكير دي دي طريق التفكير ما تودش لبعيد يعني ما تودش خالص مش لبعيد فلازم نراجع نفسنا في الحاجات دي